طيب عدي الدباخ في كلام ان اللي بيلعف شارل الرواء البلجيكي وهو فلسطيني الجنسية قيل ان الاهل عايزه وقيل ان الاهل هيجيبه وهذا الكلام عاري تمام من الصح عدي الدباخ تواصل مع احد وكلاء اللاعبين المصريين وقال له تحب تلعب في النادي الاهلي فقال له يا ريت انا اتمنى العب في النادي الاهلي بيلعب طبعا شارل الرواء شارل الرواء ده نادي كبير يعني اسم كبير شارل الرواء ده اعتقد كان عماد متعب راح احترف فيه 3 يام ورجع مرضاش يكمل احترافه عشان كان مرتبط وبيحب في ذاك الوقت ومرضاش يكمل احترافه ورجع للنادي الاهلي شارل الرواء اللي بيلعب فيه عدي الدباخ قال لك ما عنديش مشكلة اسيبة دوري البلجيكي وقاجي الدوري المصري وقالعب مع النادي الاهلي ده شيء شرفني جدا لكن على ارض الواقع ولا النادي الاهلي كلمه ولا مسؤولي النادي الاهلي كلمه ولا حتواصل حد معه من النادي الاهلي وكل ما يقال عنه ان عدي الدباخ هو الصفقة الجديدة اللي هيعلن عنها يوم الخميس اللي جاي غير حقيقي بالمرة